السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خامس وبعدين الباب السادس وبعد الباب السادس بنرجع تاني نجيب من الباب الاول علشان تبقى فاهم انت هتبدأ ازاي علشان وانت بتتفرج على الحلقة تبقى عارف انه احنا شغالين في الباب الخامس الباب الخاص بالتكاليف وبعد كده بنخش على المؤيسات وحساب المؤيسات وحساب تكاليف نهائية ومؤيسات وبعد كده نرجع نشوف قانون العمل الحاكم للعملية العملية العملات الصناعية او العلاقة بين المؤسسة او صاحب المنشأة والعامل وعلاقة العامل بصاحب المنشأة وحقوق العمال وواجبات العمال على ناحية المنشأة وبعد كده بندخل على ابواب اخر بابي التاني والتالت بندخل على دراسة الجدوة وبعد كده بندخل على الحافز وعلى ابواب الخاصة بالفحص وهكذا بيجي عندي اول باب هنبدأ به او الشغل اللي هنشتغل عليه الاول ده خاص بالباب الخامس وده باب التكاليف التكاليف دي هي اجمالي او جملة المصاريف اللي ممكن نصرفها على اي مشروع يعني انت النهاردة حابب تعمل اي مشروع فبتحسب التكاليف بتاعتك التكاليف بتاعتك دي ممكن تبقى ايه تفتكر ممكن يعني انا عاوزك كده يعني عندك في المدرسة في حصة مثلا ريادة الاعمال ريادة الاعمال دي هتخدمك قوي انك تتخيل مادة التخطيط حصة ريادة الاعمال هتخدمك انك تتعلم او تتخيل انه يبقى فيه تخطيط لادارة منشأة تخطيط ان انا اقسس منشأة وما اخسرش فيها وان خسرت يبقى انا عندي احتمالات اخرى فبالتالي انا بربط لك ليه يعني دي حصة ريادة وده مادة التخطيط وادارة الانتاج لانه مادة التخطيط وادارة الانتاج هي كلها احنا بنتكلم عن التكاليف اللي هحسبها لادارة منشأة او علشان انشئ منشأة صناعية او مشروع صناعي علشان اطلع منتج معين عاوز احسب انا اشتريت ارض المصنع بك واعمل حسابي على تكاليف بناهية المصنع واعمل حسابي على الاجور اللي هتطلع للعمال واعمل حسابي كمان على التأمينات والمعاشات وكمان عندي الكهرباء والمية التاقة المشغلة للعناصر المشغلة بقى للمنشأة بتاعتي يبقى التكاليف هي كلها اجمال المصاريف او التكلفة كلها اللي انا هصرفها على المنتج بتاعي او على الحاجة اللي انا هعملها بس ايه بقى سواء بقى كانت تكاليف مباشرة او على المنتج ده بصورة اتصرفت بصورة مباشرة او اتصرفت بصورة غير مباشرة تعال نبدأ مع بعض كده اول حاجة في حلقتنا واول حاجة في منهجنا في مادة التخطيط وإدارة الانتاج ده تعريف التكاليف نشوف مع بعض التعريف تعريف بيقول لي ايه التكاليف بيقول لي بيقول لي انه مجموعة المصرفات التي تنفق في سبيل انتاج منتج ما بصفة مباشرة بصفة مباشرة او غير مباشرة ويجب ان تكون التكاليف اقل ما يمكن من القيمة البيعية او القيمة المستفادة دون التأثير على مستوى جودة المنتج يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه انه عندي مجموعة المصرفات او التكاليف زي ما احنا قلنا انه اجمال التكاليف اللي بتتصرف على المنشأة او على المنتج اللي انا هطلعه وفي الحالة دي انه التكاليف لابد ان هي ما تقصرش على المنتج بتاعي لابد ان التكاليف ما تقصرش على المنتج بتاعي تمام؟ طيب يبقى هنا اجمال التكاليف اللي اتصرفت على المنتج سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء مثلا في أجور عمال أو ثمن خمات أو في أجور مثلا نقل المنتج بالسيارات من المخازن لمثلا رصيف المينة لو هيتصدر من المصنع للمخازن دي كلها مصاريف غير مباشرة أو اتصرفت بطريقة غير مباشرة تمام كده؟ يبقى نقول التعريف تاني مع بعض هو مجموع المصرفات التي تنفق في سبيل انتاج منتج ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويجب أن تكون التكليف أقل من القيمة البيعية يعني المفروض أن التكليف اللي هنصرفها أو نحسبها دي لابد أن هي تكون أقل من القيمة البيعية وإلا مش هتحقق أرباح ما هو التكلفة اللي انت كلفتها كلفت بألف جنيه بعت بألف ومية فبالتالي ها مش الربح بتاعك المية صح كده؟ يبقى لابد أن التكلفة تكون أقل من القيمة البيعية بدون التأثير على مين؟ أيوة على جودة المنتج بدون التأثير على جودة المنتج نشوف مع بعض كده تاني عناصر التكليف عناصر التكليف عندي دي بتبقى رقم واحد فيها الخمات رقم واحد الخمات رقم اتنين عندي أجور العمال أجور العمال رقم تلاتة إهلاك معدات استثمارية هتقول لي يعني إيه مستر هقولك أصبر علي هنقول تعريفه دلوقتي هنقول كل حاجة رقم أربعة تكليف صناعية اللي هي مصروفات صناعية ودي هنقول تعريف كل حاجة دلوقتي عندي رقم خمسة تكليف إدارية اللي هي بنسميها المصروفات الإدارية المصروفات الإدارية طيب تعال نتكلم عن كل واحد لوحده ونقول كل حاجة لوحدها الخمات أول حاجة أول حاجة الخمات وهي أهم معنصر من عناصر حساب التكليف الخمات دي عندك إيه الخمات دي بتنقسم من خمات أو الخمات عمتا بتنقسم إلى نوعين إيه هم النوعين دول يا مستر هتلاقي إنه عندي خمات مباشرة وخمات غير مباشرة عندي خمات مباشرة وخمات غير مباشرة يعني إيه الكلام ده يعني فيه خمات دخلة مباشرة في المنتج وظهرة قدامي في المنتج وفيه خمات دخلت برضه في المنتج بس هي مش ظهرة قدامي تمام؟ طيب نشوف أول حاجة خمات مباشرة الخمات المباشرة دي الخمات المباشرة دي يا جماعة معناها إيه؟ معناها إن هي الخمات أو الخمات المباشرة هي الخامات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنتج اه يعني ايه بقى يعني هي الخامات دي من غيرها ما كانش المنتج ده طلع زي ايه مثل الوقود والزيوت والقوة الكهربية اللازمة للتشغيل يعني من غير الكهرباء في المصنع المنتج ده ما كانش هيطلع من غير الوقود والزيوت اللي كانت احتاجته مكنة الديزل اللي مشغل المصنع ما كانش المنتج ده هيطلع صح كده فبالتالي انه خامات مباشرة هي الخامات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنتج زي ايه قلنا الوقود والزيوت والقوة الكهربية اللازمة للتشغيل طب انا عندي في حاجة تانية قلنا عليها النوع التاني من الخامات خامات غير مباشرة نشوفه مع بعض خامات غير مباشرة الخامات الغير مباشرة عندي ايه بقى قال لي ان الخامات الغير مباشرة هي الخامات المستهلكة الغير مرتبطة بكمية الانتاج وهي لا تظهر في المنتج تمام يعني ايه بقى الخمات المستهلكة خمات دخلت في المنتج برضو برضو هي خمات موجودة في المنتج احنا مش شايفينها لانه بيقول لي ايه لا تظهر في المنتج وكمان غير مرتبطة بكمية الانتاج يعني مهما الانتاج زاد او قل هي ملهاش علاقة تمام ملهاش علاقة ان المنتج ده انتجت كمية زيادة الشهر ده او الشهر ده كانت الكمية قليلة وبالتالي هي خمات غير مباشرة طيب نشوف مع بعض تاني بعد كده بنتكلم عن رقم اتنين او ثانيا اجور العمال لان احنا تكلمنا عن الخمات نتكلم عن اجور العمال تاني حاجة من عناصر التكاليف اجور العمال هنا ايه اجور العمال بيقول لي اي عامل اي عامل بياخد اجر هو بياخد الاجر بتاعه ليه بياخد الاجر مقابل اداء عمل بياخد اجر مقابل اداء عمل والعمل اللي بيقوم به بيبقى داخل المنشأة هو لحساب المنشأة وصحب المنشأة يبقى هو المقابل اجور العمال هي المقابل المادي الذي يتلقاه العمال مقابل ما يقومون به من عمل وخدمات داخل المنشأة الصناعية وهي تنقسم الى اجور مباشرة وأجور غير مباشرة يبقى أنا عرفت كده أن أجور العمال هي المقابل المادي مرتبه يعني اليومية بتاعته أجر عامل سواء عامل باليومية أو براتب ثابت تمام يبقى هي الأجور هي مقابل مادي يتلقاه العمال مقابل ما يقومون به من عمل وخدمات داخل المنشأة بينقاسم لأجور العمال بتنقاسم معايا أجور مباشرة وأجور غير مباشرة طيب نشوف مع بعض إيه هي الأجور المباشرة الأجور المباشرة ده أحد أنواع الأجور لأن احنا قلنا أن الأجور بتنقاسم لنوعين أو لشقين فيه شق أجور مباشرة وأجور غير مباشرة نشوف الأجور المباشرة تعرفها إيه الأجور المباشرة هي الأجور التي تدفع للعمالة الفنية التي تقوم بتنفيذ المنتج وهنشوف زي إيه دلوقتي بس أنا عندي نقطة هنا ممكن نقولها مع بعض ناخد بالنا منه بيجي في امتحان التخطيط ده سؤال أساسي كده ممكن يعني اللي هو أكمل ده بيتقرر يعني سؤال أكمل في مادة التخطيط بيتقرر كتير في الامتحانات يعني ما بنقولش أن هي نضي النقطة اللي جاية ولكن ممكن ييجي هنا ويقول لي إيه يقول لي نقطة هي الأجور التي تدفع للعمالة الفنية التي تقوم بتنفيذ المنتج وسكت تمام؟ يبقى أنا هنا مطلوب مني أحط مكان النقط المصطلح اللي هو أجور مباشرة تمام؟ يعني أقول لك أنه هو أكمل أو أكتب المصطلح أو مثلا سؤال توصيل ويقول لك وصل بين العمود ألف والعمود بيه وبالتالي يبقى أنت عارف التعريف بتاعه أو المصطلح بالتعريف بتاعه زي إيه يا جماعة؟ زي عندي هنا الأجور النقدية المرتبات إيه كمان؟ قال لي عندك كمان المزايا العينية تمام؟ عندي إيه تاني؟ التأمينات الاجتماعية دي كلها أجور مباشرة دي كلها أجور مباشرة الأجور النقدية المزايا العينية والتأمينات الاجتماعية دي كلها تحت بنت الأجور المباشرة اللي هي بتدفع للعمالة التي تقوم بتنفيذ المنتج مباشرة يعني دول اللي بيصنعوا المنتج طب الأجور الغير مباشرة تعالي نشوف الأجور الغير مباشرة الأجور الغير مباشرة هنا هي الأجور التي تدفع واعرف الفرق بين الاثنين خد بالك لازم ناخد بالنا من الفرق بين الاثنين الأجور الغير مباشرة هي الأجور التي تدفع للعمالة الغير مشاركة تمام فين بقى في الانتاج بصفة مباشرة يعني دول يا مستر ما بيشتغلوش في المنتج أيوة ما بيشتغلوش في المنتج ولكنهم بيساعدوا بيساهموا في استمرار العمل بصورة غير مباشرة تمام؟ زي عندي إدارة المصنع هو فيه منتج هيطلع من شركة أو منشأة صناعية من غير إدارة المصنع ما هي إدارة المصنع اللي حطت التخطيط للمنتج هي اللي حددت كمية الإنتاج هي اللي حددت مين هيشتري الخامة هنشتري الخامة منين؟ هي اللي جابت عروض أسعار للخامات للمادة الخام صح كده؟ دي إدارة المصنع عندي كمان رقم اتنين عندي أمن المصنع ما هو ما ينفعش برضو أنه المصنع يكون بدون حراسة بدون تأمين وإلا التكاليف اللي أنا كلفتها تعرض للسرقة ويبقى خلاص يعني خسارة من قبل معمل إنتاج خسارة من قبل معمل إنتاج رقم ثلاثة عندي إدارة النقل طبيعي أي منشأة صنعية عندها إدارة للنقل يعني عندها إدارة النقل دي عندها العربيات بتاعتها عندها القسم المسؤول عن النقل وكمان يعني العربيات العربات بالسائقين بتوعها يبقى في إدارة النقل تمام يبقى أنا كده الأجور المباشرة دي كانت دي كانت أجور بتتكلم عن إن هي أجور مباشرة دخلة في إنتاج المنتج بصورة مباشرة وبصورة كاملة تمام زي مين؟ زي عندي المادة الخام وزي ما شفنا في العناصر اللي احنا شفناها في الأجور مباشرة الأجور الغير مباشرة دي قلنا إن هي أجور لناس شركت في المنتج بصورة غير مباشرة ولكنها سهمت وساعدت إن المنتج يظهر أو يطلع للنور وبالتالي بتبقى مين؟ زي مين عندي إدارة المصنع وعندي إدارة النقل كمان وعندي كمان أمن المصنع وبكده يكون عرفنا مفرق بين الأجور المباشرة والأجور الغير مباشرة عرفنا مفرق بين الخامات المباشرة والخامات الغير مباشرة السؤال ده ممكن يجيلك صح وغلط ممكن يجيلك أكمل ممكن يجيلك توصيل تعريف أو ممكن يقولك إن الأجور هي كذا 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 وتنقسم إلى فعندك النقطتين أجور مباشرة وأجور غير مباشرة يبقى احنا واخدين بالنا من النقط دي لإنه بيتكرر أسئلة أكمل أسئلة توصيل أسئلة صح وخطأ فناخد بالنا من الكلام ده كويس نشوف معنا إيه تاني في النقطة اللي بعد كده اللي هي إهلاك معدات استثمارية إهلاك المعدات الاستثمارية دي معناها ببساطة كده اللي هو إيه بقى معناها إنه معدات انتهى عمرها الافتراضي أثناء العمل معدات وماكينات انتهى عمرها الافتراضي أثناء العمل طيب نشوف كده مع بعض إهلاك معدات استثمارية المقصود بيه يقصد بإهلاك معدات استثمارية بالمعدات التي تخرج من الخدمة نخب بنا من الكلام ده التي تخرج من الخدمة أو التي تتعطل ولا تكون صالحة للعمل يعني عمرها الافتراضي انتهى تمام كده عمرها الافتراضي ماله انتهى التي تخرج من الخدمة أو التي تتعطل ولا تكون صالحة للعمل بسبب عمرها الافتراضي والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند حساب التكاليف المباشرة ويتم تقدير التكلفة على أساس تقدير العمر الافتراضي لها وكمية الانتاج المتوقع لها خلال تلك المدة يعني إهلاك معدات استثمارية ده لابد أو هو معناه مقصوده انه دي المعدات اللي بتتعطل بتخرج من الخدمة أثناء العمل طب هو أنا لازم أبقى عامل حسابي عليها آه انت لازم تبقى عامل حسابك عليها وانت بتحسب التكاليف من الأول يعني وانت بتحسب تكاليفك من الأول لابد ان انت تبقى عامل حسابك ان الماكينات اللي انت جايبها والمعدات والأدوات اللي انت جايبها لها عمر افتراضي فانت بتبقى حاسب التكاليف بتاعتك على اساس انه لما بتشتري المعدات دي بتبقى عارف العمر اللي افتراضي قد ايه وبناء عليه بتبدأ تبني التكاليف بتاعتك تمام كده طيب نشوف كده تاني رقم اربعة عندي تكاليف صناعية اللي هي المصروفات الصناعية والتكاليف الصناعية دي عبارة عن ايه يا جماعة التكاليف الصناعية دي هي جميع المصروفات اي تكاليف يا جماعة هي اجمالي مصرفات اي تكاليف هي اجمالي مصرفات ولكن حسب نوعها هنا بقول لي ان هي مصريف او مصرفات صناعية مصرفات صناعية يبقى هي جميع المصرفات التي يتم انفقها على الاعمال والانشطة الانتاجية اي شغل هيحصل في المنشأة من لحظة تلقي امر الشغل يعني من ساعة ما المنتج ده المادة الخام دخلت خط الانتاج حتى لحظة انتهاء مرحلة الانتاج وهذه المصرفات عبارة عن المواد الغير مباشرة والعمل الغير مباشر تمام كده يبقى عرفنا ان التكاليف الصناعية او المصرفات الصناعية هي المصرفات اللي بيتم انفقها من اول ما المادة الخام بتدخل المصنع لحد ما المنتج اللي انتجناه يطلع للسوق وبتبقى المصرفات دي اما في صورة مواد غير مباشرة او عمل غير مباشر تمام نشوف مع بعض كده المواد الغير مباشرة هي ايه المواد الغير مباشرة اللي دخلت في انتاج المنتج هي ايه بقى قال لي ان المواد الغير مباشرة هي المواد التي لا تظهر كجزء مميز من المنتج يعني ما بتبقاش بينة في المنتج قوي يعني زيت التزديد بتاع الماكينات مش هيبقى ظاهر في القلم الجاف اللي قدامي صح كده التشحيم اللي ان شحمتي به المنتج الماكينة اسف شحم التبريد او زيت التبريد اللي دخل للماكينة اثناء عملها ما دخلتش هو مش ظاهر معايا في المنتج القلم الجاف او القلم الرصاص او اي قلم او لقمة المفتاح او الشاسية او علبة المفتاح الماجك ما ظهرتش معايا الكلام ده ولكن هي دخلت في المنتج ولكن هي كانت مواد غير مباشرة يبقى هي المواد التي تظهر كجزء مميز من المنتج زي ايه مواد التزييد ما بتظهرش معايا مواد التشحيم ما بتظهرش معايا والوقود ومواد النظافة وزيوت الترطيب وشمع البروفين اللي هو ده احد مواد التبريد او الترطيب للمكينات الى اخير العمل الغير مباشر ايه هو العمل الغير مباشر العمل الغير مباشر ده قال لي انه بيمثل قوة العمل التي لا يتأثر بها الانتاج بطريقة فورية يعني عامل البوفين ما بيأثرش على المنتج عامل النظافة في المنشأة ما بيأثرش على المنتج كده كده فيه فني واقف بيشتغل وهو اللي واخد باله من المنتج وبينظم عملية الانتاج وهو اللي شغال في ناس كده في المصنع بيبقى المنتج ملوش علاقة بيهم ولكنهم عوامل مؤسرة في المصنع يبقى هنا العمل الغير مباشر اللي هو يمثل قوة العمل التي لا يتأثر بها الانتاج بطريقة فرية ولكن يتأثر بها على المدى البعيد والمتوسط زي مين؟ عندي مثلا المشرفين المشرف هو فرض أحد العمال المفنيين المهرين ده بقى واقف مشرف على خط انتاج هو ايده مش على المكان ايده ما بتنتجش منتج صح كده ولكنه بيتابع عملية الانتاج هل ممكن يأثر على عملية الانتاج على الوقت القريب؟ لا لكن على المدى البعيد هيأثر على جودة المنتج لأنه من غير إشراف جودة المنتج بتقل والمديرين والكتبة وعمال الخدمات زي ما قلنا نظافة وبوفير وعمال خدمات خارج صلاة الانتاج اللي هم العمالة اللي برا أو خارج صلاة الانتاج ده كان العمل الغير مباشر طيب آخر حاجة فيه عناصر التكاليف اللي هي تكاليف إدارية والتكاليف الإدارية دي بنسميها مصروفات إدارية تكاليف الإدارية بنسميها مصروفات إدارية وخد بالك أنا مصروفات إدارية مصروفات بيعية مصروفات صناعية نفهم الكلمتين دول ونحفظهم كويس قوي علشان هينفعونا قدام دلوقتي وحنا شغالين التكاليف الإدارية أو المصروفات الإدارية دي معناها إيه؟ قال لي إن هي جميع المصروفات التي يتم إنفاقها على النواحي الإدارية للمشروع وأعباء التمويل اللازم للصرف على المشروع مثلا مرتبات المحاسبين والسكرتاريا وإدارة المشروع هي مصاريفة هي تصرفت هي أجور تلعت صح كده مرتبات تلعت بس يعني وشكلت عبء برضو على التمويل وعلى المنشأة ولكن كانت لابد منها لإنها مرتبات المحاسبين في الإدارة مرتبات السكرتاريا وإدارة المشروع الشق الإداري يعني في المشروع تمام؟ طيب نيجي بعد كده أنواع التكاليف أنواع التكاليف دي أنا عندي نوعين من التكاليف مهمين أول عندي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ولو جينا نتكلم على النوعين دول هنلاقي أن التكاليف المباشرة دي تكاليف اتصرفت مباشرة على المنتج وبتأثر على كمية الإنتاج التكاليف الغير مباشرة كمية الإنتاج ما بتتأثرش بيها تعال نشوف كده تعريف كل واحد فيهم عندي التكاليف المباشرة هي إيه؟ هي المصرفات التي صرفت على تنفيذ المنتجات مباشرة يعني مادة خامة يعني أجور عمال يعني ثمن مكينات صح كده؟ كل ده كانت مصرفات مباشرة يعني أرضية المصنع أو إيجار المصنع لو أنا مأجر المصنع أو مأجر الأرض اللي أنا عامل عليها المصنع فدي مصاريف مباشرة برده يبقى دي كده التكاليف المباشرة اللي هي ممكن يجيلي سؤال أكمل نقط هي المصرفات أو توصيل نقط هي المصرفات التي صرفت على تنفيذ المنتجات مباشرة هي إيه؟ يبقى مكان النقط هنحط التكاليف المباشر طيب التكاليف الغير مباشر التكاليف الغير مباشر عندي لو بصنا للتعريف بتاعها هنلاقي بقى إيه؟ غير الكلام ده كده هي إجمالي المصاريف العامة أو الإضافية أي شيء هتصرفه تاني غير أجور العمال غير تمن الخمات تمام كده؟ غير إهلاك المعدات غير أرضية المصنع أو إيجار المصنع لو أنت مقجره والوقود وهكذا أي مصرفات تانية دي اسمها تكاليف غير مباشرة أي تكاليف أخرى هتبقى اسمها تكاليف غير مباشرة طيب نعم التكاليف السبتة والمتغيرة أنا عندي نوعين برضو من التكاليف لو حسبناها سبتة ومتغيرة كنا كنا بنقول تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تعال نشوف إيه بقى الجديد اللي معانا اللي هو التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة تكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة أنا عندي نوعين منهم اللي هو التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة ولكن بنسميهم أسماء إيه بقى تانية بنقول عليها التكاليف السابتة دي بنسميها التكاليف الغير مارنة اللي هي مفيش قابلية لانها تزيد او تقل ده تكاليف لازم هتطلع تمام ومن غيرها يعني هي بتبقى كمية الانتاج مربوطة بيها التكاليف المتغيرة بنسميها التكاليف المارنة والتكاليف المارنة دي يعني فيه احتمالية انها تزيد شوية تقل شوية والمنتج ما يتقصرش بيها هنا التكاليف السبتة تعرفها ايه بيقول لي ان التكاليف السبتة اللي هي غير مرنة هي جميع المصروفات التي لا تتغير خد بالك هي اللي هي ايه التكاليف السبتة الغير مرنة هي جميع المصروفات التي لا تتغير بتغير كمية الانتاج زي ايه زي المصروفات العامة الصناعية والادارية المصروفات الادارية زي اجور الموظفين والعاملين بالادارة المرتبات الشهرية والتأمينات والضرائب هو مش كل ده انت بتدفعه كل شهر مش دي حاجات سابتة انت بتدفعها كل شهر ايوه بتدفعها كل شهر ولكن ما تغيرتش بتغير كمية الانتاج يعني العاملين في المنشأة النهاردة الشهر ده مثلا كمية الانتاج انتجت الف قطعة الالف قطعة دول عدد العمالة هو هو اللي انتج الالف هو هو اللي هينتج الف ونص صح كده وكمان العمالة لو الكهرباء كانت قطعة واليوم ده ما اشتغلناش هل العمالة هقول لها النهاردة ما كانش فيه انتاج فمفيش مرتب لا هل الاداريين هقول لهم ما كانش مفيش مرتب هل وزارة التأمينات والضرائب هتقول لي مصلحة الدرائب هتقول لي انت عشان ما انتجتش الشهر ده كان عندك خمس ايام عطلة في المنتج بتاعك ما انتجتش هيقولولي انه الضرائب بتاعتك تقل شوية لا دي كده اللي هي التكاليف الغير مرنة لا تتغير بكمية او بتغير كمية الانتاج طب النوع التاني النوع التاني التكاليف المتغيرة اللي هي اسمها ايه التكاليف المرنة هي جميع المصروفات التي تتغير بتغير كمية الانتاج زي ايه زي خامات الانتاج الخامة المنتج اللي هو المادة الخامة وتمن القوى المحركة كالكهرباء والسولار والغاز الطبيعي المستخدم في التشغيل حسب نشاط المنشأة يعني لو المنشأة دي شغالة بالغاز او بالكهرباء يبقى حسب نشاط المنشأة طيب هنا عرفنا نفرق التكاليف المرنة او التكاليف المتغيرة قلنا ان هي تكاليف بتتغير بتغير كمية الانتاج يعني ايه يعني لو قلنا ان هي بتتغير كمية الانتاج المادة الخام او خامات المنتج اللي أنا شترتها لو أنتكت ألف قطعة يدوب هي تكافين لو أنتكت ألف ونصف أنا عايز أزود في الخامات كمية الإنتاج قلت يبقى عايز أقلل في الخامات الكهرباء لو عندي خمس أيام غير الجمع المصنع ما اشتغلهمش حلاقي إن فاتورة الكهرباء قليلة حلاقي إن فاتورة السولر والغاز الطبيعي قلت ليه أنا عندي فترات كان فيه أجهزات رسمية كان فيه الجمع كان فيه عطلات رسمية كان فيه أيام الكهرباء ما اشتغلتش فالمصنع ما اشتغلتش فما انتكتش فوفرت في الفواتير دي كلها يبقى عرفنا الفرق بين التكاليف المرنة والغير مرنة او التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة حساب التكاليف او المصاريف اللي هي الغير مباشرة التكاليف الغير مباشرة دي نحسبها ازاي انا عندي دلوقتي فيه ممكن عندي تلات اشكال لحساب التكاليف الشكل الأول أو الطريقة الأولى لحساب التكاليف الغير مباشرة أو المصاريف الغير مباشرة إما أن التكاليف دي تكون نسبة من التكاليف الأولية نسبة من التكاليف الأولية يعني من 50% إلى 100% يعني التكاليف الغير مباشرة ممكن يقولك في المؤيسة أن هي بنسبة 50% أو 100% من التكاليف الأولية ادي طريقة و ادي شكل الشكل التاني يا مستر هتلاقي بقولك ايه انه التكاليف الغير مباشرة ممكن تكون نسبة من اجور العمال و دي بتتراوح من 100% الى 150% من اجور العمال خد بالك من الكلام ده كويس علشان في المؤيسة و لما ندخل على حل المؤيسات هتلاقي انه بيقولك انه التكاليف الغير مباشرة او مصاريف الغير مباشرة نسبة من كذا نسبة من التكاليف الاولية بكذا او كذا و نسبة من التكاليف الاولية دي لابد ان هي 50% او 100% ولو نسبة من اجور العمال هتبقى من 100% الى 150% تمام طيب الطريقة الثالثة انت قلت انه فيه 3 طرق تعال نشوف الطريقة الثالثة على اساس زمن العملية اللي هو زمن التجريل او زمن دورة التجريل المصاريف الغير مباشرة تحسب على اساس زمن العملية يعني ايه يعني اقول لك زمن دورة التجريل في اجر الماكينة في الساعة زمن دورة التجريل في اجر الماكينة في الساعة يعني الماكينة مش هتخد اجر ده العامل اللي واقف عليها طبعا بس اسمه اجر الماكينة العامل اللي واقف عليها بالزيوت يعني أجر العامل بالزيوت بالوقود اللي اشتغلت به بالكهرباء حسابات للمكانة الوحدة تمام كده يبقى هنا عندي التكاليف أقدر أقدرها أو أقدر أحسبها بالثلاث أشكال دول إما نسبة من التكاليف الأولية أو من أجور العمال أو على أساس نسبة العملية الانتاجية تمام كده طيب عندي إيه تاني ممكن نحسبه كده تكلمنا عن حساب التكاليف تعالى أنا عاملك شكل كده والشكل ده هتلاقيه موجود في الكتاب برده بيقول لي إيه الشكل ده إنه الخامات المباشرة أحد عناصر الانتاج صح كده وأهم عنصر من عناصر الانتاج لو جمعته لو جمعت تمن الخامات المباشرة مع أجور مباشرة إجمال الأجور المباشرة تخيل كده أن دي نسميها إيه التكاليف الأولية تمام؟ يبقى مجموع الأجور المباشرة والخامات المباشرة ده اسمه التكاليف الأولية طب لو جمعنا عليهم مصروفات صناعية لو جمعنا عليهم المصروفات الصناعية هنلاقي أنه التكاليف الأولية عبارة عن أجور مباشرة زائد خامات مباشرة ومصروفات صناعية تديني تكاليف أولية تكلفة المصنع تكلفة المصنع هنقول إيه بقى؟ هتلاقيها مصروفات صناعية ومصروفات إدارية ما هو دول مصروفات بيصرفها صاحب المنشأة أو المنشأة نفسها بتصرف مصروفات إدارية ومصروفات صناعية بتديني تكلفة المصنع طيب تكلفة الانتاج تكلفة الانتاج دي عبارة عن مصاريف ادارية ومصاريف بيعية لو جمعنا الاتنين دول وهنشوفها في شكل قوانين دلوقتي ده انا بس اعمل لك الشكل ده يوضح لك والشكل ده هتلاقي موجود في الكتاب بس احنا بنوضح عليه انه ايه هي التكاليف الاولية اقدر احسيبها منين وتكلفة المصنع اقدر احسيبها منين وتكلفة الانتاج عبارة عن ايه مصرفات ادارية ومصرفات بيعية طيب لو شفنا كمان التكاليف الكلية التكاليف الكلية هنا عبارة عن إيه قال لي أن هي التكلفة الكلية اللي أنا هتكلفها للمنتج بالكامل التكلفة اللي هتكلفها للمنتج كله هتبقى عبارة عن إيه مصروفات بيعية زائد الربح اللي أنا هامش الربح اللي أنا محددته تمام زائد هامش الربح اللي أنا حددته طيب عندي آخر حاجة اللي هي سعر البيع من المصنع سعر البيع من المصنع ده بيبقى الربح زائد الضريبة يعني المصرفات الباعية مع الربح برضو يديني سعر البيع من المصنع طب لو ضفت عليه ضريبة مبيعات 10% لو ضفت عليه ضريبة مبيعات يقوم يديني إجمالي أو سعر البيع للجمهور ولذلك تلاقي أنه أي شخص أو أي مشتري بيروح يشتري المنتج من المصنع مباشرة فبيبقى فيه فرق بين سعر المصنع وسعر السوق ده ليه نتيجة لوجود ضريبة المبيعات 10% طيب كده شفنا الشكل دوت تعالى نشوف مع بعض القوانين اللي احنا نقدر نشتغل بها على الشكل اللي شفناه نطلع منه القوانين اللي احنا هنشتغل بها أول حاج التكاليف الأولية دي مش احنا من الشكل اللي شفناه جمعنا 8 الخمات المباشرة زائد الأجور أو أجور العمال المباشرة يبقى اداتني مين التكاليف الأولية وده شفناه في الشكل اللي فات من الشكل اللي فات أو الشريحة السابقة هنطلع القوانين اللي هنبدأ نشتغل بها في المؤيسات اللي هتقابلنا طيب عندي كمان هنا ايه تكلفة المصنع أقدر أحسبها منين أيها مستر من الشكل اللي فات قلنا ان التكاليف الأولية زائد المصروفات الصناعية تديني تكلفة المصنع برافو ده كده من الشكل السابق كمان عندي تكلفة الانتاج أحسبها منين تكلفة الانتاج بردو نرجع للشكل اللي فات وقلنا ايه ان هي تكلفة المصنع خد بالك هتلاقيها ماشية مسلسلة وبعضها تكلفة الانتاج هتلاقيها تساوي تكلفة المصنع زائد المصروفات العامة الإدارية يبقى كده جمعت تكلفة المصنع زائد المصروفات العامة الإدارية أو المصروفات الإدارية تديني تكلفة الإنتاج طيب بس كده لأ ده أنا كان عندي فيه ثلاث قوانين كمان التكلفة الكلية هتساوي إيه تكلفة الإنتاج زائد المصروفات العامة البيعية تكلفة الإنتاج زائد المصروفات العامة البيعية أو اللي كنا بنسميها المصروفات البيعية في الشكل السابق كمان سعر البيع سعر البيع هنا هتلاقي اللي هو التكلفة الكلية اللي انت حسبتها انت كلفت كم وعاوز تكسب قد ايه ها مش الربح بتاعك في المنتج بتاعك يبقى لو جمعت اللي اتنين هيديني سعر البيع ومال سعر المصنع او سعر البيع الكل بقى هيبقى ايه سعر البيع للجمهور اللي انا هبيع بيه في السوق يعني هنا ده سعر بيع المصنع لكن هنا انا عايز احسب سعر البيع للجمهور حلاقي انه سعر البيع للجمهور بنضيف ضريبة العشرة في المية على مين على سعر البيع يبقى بقول سعر البيع من المصنع في واحد واحد من عشرة او العشرة في المية من قيمة ضريبة المبيعات تمام كده؟ تمام قوانين حل مؤيسة الارباح امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ ما هو ده برضو بيجي في بعض المؤيسات بيقولك احسب الربح احسب تكلفة المصنع احسب المصرفات البيعية تكلفة مثلا سعر البيع المصنع احسب سعر البيع للجمهور فممكن في بعض المؤيسات هتلاقي ان هو يطلب منك بعض الحاجات دي قوانين حل مؤيسات الارباح القوانين دي يا جماعة لابد ان هي تتحط بترتيبها واحد اول قانون عندك بيقول ايه؟ وهنشوف مؤيسة عليها وهنحل مؤيسة على الكلام ده دلوقتي في نهاية الحلقة هنحل مؤيسة على حل مؤيسات الارباح يعني العملية هنشوف القوانين ونطبق على طول قوانين حل مؤيسات الارباح القانون بيقولك اول قانون عندك او اول حاجة تحسبها التكلفة الكلية للانتاج الشهري يساوي مجموع العناصر يعني ايه مجموع العناصر؟ كل العناصر اللي هيقولها لك المنشأة اشترت او الراجل صاحب المصنع اشترت 8 خمات ايه؟ دفع اجور ايه؟ تمام؟ سعر بيع او المصروفات الادارية ايه؟ مصروفات صناعية ايه؟ مصروفات بيعية كل المصروفات او اجمالي المصروفات اللي صاحب المنشأة اشترى بيها او دفعها اسمها مجموع العناصر صح كده؟ يبقى نجمع الكلام ده كله وهنشوف في المعايسة دلوقتي نجمع الكلام ده كله ويبقى هو بالنسبة لي التكلفة الكلية للانتاج الشهري يبقى هو بالنسبة لي التكلفة الكلية للانتاج الشهري طيب القانون التاني خد بالك بأكد انه بنفس الترتيب لانه مش هتعرف لو الترتيب اختلف هتبقى العملية هتلغبط معك لانه كل حاجة معتمدة على اللي قبلها طيب هنا سعر البيع الشهري انا هبيع بكام في الشهر كله هيقول لي انه انت بتنتج كام وحدة في الشهر يبقى عدد الوحدات المنتجة في الشهر في سعر الوحدة الوحدة تمام؟ يعني بتنتج خمسمية قطعة بتنتج الف قطعة الالف قطعة دول سعر القطعة الوحدة كام يبقى انا كده حددت سعر البيع الشهري اللي انا هبيع به في الشهر تمام؟ طيب قانون التاني قانون التاني بيقول الربح الشهر الربح الشهر بيسوي ايه سعر البيع الشهري في التكلفة الكلية لالانتاج تمام؟ طيب أسف يا دي على التكلفة الكلية للانتاج تمام؟ ناخد بنا من النقطة دي طيب الربح للوحدة الوحدة الربح للوحدة الوحدة يعني أنا بنتج كم وحدة في الشهر والأرباح بتاعتي الشهرية قد ايه يبقى انا عندي الربح للوحدة الوحدة اقسم الربح الشهري على عدد الوحدات الربح الشهري على عدد الوحدات انت بتكسب الف جنيه مثلا في الشهر عدد الوحدات خمسمية يبقى الالف على الاتنين تمام كده يبقى طلعلي الربح للوحدة الوحدة تمام يبقى كده حسبت الربح للوحدة الوحدة قانون التاني بيقول ايه اللي بعد كده التكلفة الكلية للوحدة سعر بيع الوحدة ناقص ربح الوحدة يعني السعر اللي هبيع بيه لو شلته منه ربح يبقى هو ده التكلفة الكلية للوحدة الوحدة طيب قانون كمان اللي هو التكلفة الكلية للوحدة بعد إضافة ضريبة المبعات يبقى ده آخر قانون حوصله في المؤيسة بتاعتي وده التكلفة الكلية بعد ضريبة المبعات بعد ما أضيف ضريبة المبعات هنا هيقول لي إيه التكلفة الكلية للوحدة في ضريبة المبعات اللي هي واحد واحد من عشرة او اللي هي العشرة في المية تمام كده يبقى كده القوانين اللي انا هشتغل بيها في حل مؤيسة الارباح طيب نشوف المؤيسة دي مع بعض المؤيسة دي بتقول لي ايه مصنع لانتاج المحولات الصغيرة يقوم بانتاج 500 محول شهريا وكان سعر بيع المحول الواحد 12 جنيه ونص كده عندي معطيرين لازم اخد بالي منه بانتاج كم واحدة 500 محول 5000 محول المحول الواحد بيتبع بكام او هبيعه بكام 12 جنيه ونص وتكلفة الانتاج الشهري لهذا المصنع كما يلي ركز بقى في كمية المصرفات اللي هتطلع وهي دي اجمال العناصر او مجموع العناصر اللي احنا قلنا عليه في اول قانون قال لي انه هو بيشتري خامات مباشرة الخامات المباشرة 18750 جنيه واجور عمال مباشرة 9000 جنيه مصاريف صناعية 800 جنيه مصاريف ادارية 200 جنيه مصاريف بيعية 150 جنيه احسب الربح الشهري والتكاليف الكلية للوحدة بعد اضافة 10% ضريبة مبيعات تمام كده يبقى انا عندي كده فهمت ايه من المعطيات بتاعتي فهمت ان المنشأة بتنتج 5000 محول هو شغال في المحولات يبقى وحدة القياس لكل واحدة هتقابلني دي المحول وعندي كمان انه بيبيع المحول الواحد ب12 جنيه ونص والتكلفة زي ما قال لي عليها كل المصرفات اللي موجودة دي يعني الراجل صاحب المنشأة خمات بكذا واجور بكذا يعني اداني الارقام اللي هو اشترى الخمات بها ودفع اجور عمال ومصاريف صناعية ومصاريف ادارية ومصاريف برعية عاوز يحسب الربح الشهري ويهي التكلفة كلية تقول لي يا مستر وعاوز يحسب الربح الشهري طب انا اجيب التكلفة كلية ليه واجمالي تكاليف ليه وربح الوحدة وانت هتوصل للربح الشهري ازاي يبقى لابد انك تمر بكل القوانين اللي احنا قلناها في الشريحة السابقة تمام يبقى هنا نشوف نبدأ الحل مع بعض بنروحة كده ونركز مع بعض قال لي انا بنتج خمس تلاف محول ببيع المحول الواحد باثناشر ونص وبصري في المصرفات دي يبقى اول قانون نروح في الحل بتاعنا كده نقول اول قانون ايه جملة التكاليف مش كان جملة التكاليف ده اول قانون عندي بيقول مجموع العناصر طب العناصر دي ايه يا مستر لقينا في المؤرسة انت اللي تقول لي بقى انت اللي تقول لي العناصر دي ايه اجور مباشرة زائد خمات مباشرة زائد مصاريف صناعية زائد مصاريف ادارية زائد مصاريف بيعية مش هي دي الحاجات اللي قال لك عليها في المؤرسة وكتب لك اصعار كل حاجة منهم او المصنع دفعوا في كل حاجة منهم اه تعالا نعوض بقى عنها جملة التكاليف هتساوي 150 زائد 200 تمام كده زائد 800 زائد 9000 زائد 18750 صح كده يعني 18750 كانت اجور مباشرة او الخمات الاجور كانت 9000 مصاريف صناعية كانت 800 مصاريف ادارية 200 مصاريف بيعية 150 الاجمالي حسبناها لقينا 28900 تمام 28000 جنيه وتسعمل كده جبنا مين جملة التكاليف واخد بالك ترتيب القوانين مهم علشان كل حاجة متعلقة على اللي قبلها من جملة التكاليف بعد كده حطينا القانون التاني اللي هو سعر البيع الكلي للمحولات هو انا هبيع محولات في الشهر بقد ايه انا هبيع بقد ايه قال لك انت بتنتج كم وحدة قال لقينا بننتج 5000 وسعر المحول الواحد كم قال لي 12.5 يبقى هنعمل ايه اهو 12.5 في 5000 62500 جنيه تمام يبقى كده حسب تسعر البيع الكلي للمحولات هبيع بكام في الشهر وكمان جملة التكاليف طب ليه انا بقول في الشهر لانه هو قال لي في المسألة انه هو بينتج في الشهر 5000 محول ده في الشهر فبالتالي كل شغلك هتبقى شغال على حساباتك على الشهر الواحد يبقى هنا حسب تسعر البيع الكلي للمحولات طلع معايا 62500 جنيه طيب بعد كده الربح الشهري هو انت بتبيع بكام سعر البيع وتكلفة الانتاج بتاعتك كام يبقى الرقامين اللي طلعولي قبل كده اللي هو سعر البيع الكلي للمحولات اطرح منه جملة التكاليف تعالى كده نعوض 28900 نقص 2500 يديني 33600 جنيه 33600 يبقى كده ايه حسب الربح الشهري خد بالك ترتيبة القوانين تاني جملة التكاليف وجملة التكاليف دي بتساوي مجموع المصرفات مجموع المصرفات قالك ايه في المؤرسة قالك انه هو دفع اجور مباشرة واشترى خمات مباشرة ودفع مصاريف صناعية ودفع مصاريف ادارية ودفع مصاريف فرعية يبقى هي دي اسمها مجموع العناصر اللي هو بيساوي جملة التكاليف جمعنا كل العناصر ادتني 28900 ده بقى اصبح انه هو جملة التكاليف طب تاني سعر البيع الكلي للمحول او للمحولات هبيع محولات قد ايه هبيع بكام في الشهر اللي هو انت بتنتج قد ايه قاله بانت الخمس تلاف تعرى المحول الواحد كام اتناشر ونص يبقى ضربنا الاتنين في بعض طلعت الاتنين وستين الف وخمسمية يبقى انا كنت جملة التكاليف وسعر البيع الكلي يبقى انا قد رحس الربح بتاعي هكسب كم في الشهر ايوه هشوف انا كلفت قد ايه وبعت بقد ايه اطرح الاتنين من بعض الفرق يبقى هو ده الربح بتاعك يبقى الربح الشهري سعر البيع ناقص تكلفة الانتاج وهنا 28900 ناقص 62500 يديني 33600 جنيه ده كده الربح الشهري تمام طيب نشوف اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده او القانون اللي بعد كده الربح للمحول الواحد اه انت كده قلتلي انت بتكسب في الشهر 33600 صح كده اه طب انت بتنتج كم واحدة الله بانت고 5000 تلاف طب انت هتكسب كام بقى في المحول الواحد يبقى احنا كده بنجيب الربح للمحول الواحد نخبالنا كده بنجيب الربح للمحول الواحد يبقى الربح الشهري على عدد الوحدات المنتجة يبقى ايه تلاتة وتلاتين الف وستمية ده كان مين ده كان الربح الشهري اللي انا حسبته والخمس تلاف ده كانت ايه كانت عدد الوحدات المنتجة نركز اجامعه في الارقام عشان نبقى عارفين إحنا شغالين إزاي؟ يساوي 6 جنيه 72 من 100 تمام؟ 6 جنيه 72 من 100 يعني أنا هكسب في المحول الواحد الرقم ده ده ما كسبي في المحول الواحد طيب نيجي بعد كده التكاليف الكلية للمحول الواحد تكاليف الكلية للمحول الواحد طيب المحول الواحد ده أنا هكلفه قد إيه علشان أطلعه؟ عشان أوصل للمحول الواحد قال لي أنت يا فندي مكلفت التكاليف الكلية قد إيه؟ جمعناها جملة المصوفات طيب وعدد الوحدات المنتجة بتنتج قد إيه؟ قال لي أنا قلت له أنا بنتج 5000 محول أو 5000 وحدة تمام؟ 5000 وحدة دول اللي هم 5000 محول حسب ما يقول لك أنت بتنتج إيه؟ والتكلفة الكلية أنا عملت جملة المصوفات أو جملة الحاجات اللي الراجل اشتراها أو دفعها يبقى هنا هقول إيه؟ 28900 ده كان الرقم ده إيه؟ جملة التكاليف اللي هو كان مجموع العناصر اللي كان صاحب المنشأة دفعها أو اشترى بيها أو دفعها أجور أو مصوفات بيعية وإدارية وصناعية وإجمال أجور وخمات مباشرة ده كان الرقم اللي هو 28900 على مين؟ على الخمس تلاف والخمس تلاف دول قلنا إيه؟ هم عدد الوحدات المنتجة في الشهر تمام؟ لأنه قال لي بينتج 5000 محول شهرية يساوي 5 جنيه 78 إرش يعني دي التكلفة الكلية للمحول الواحد حد ملاحظ حاجة أنه هنا أنا كلفت على المحول الواحد 5 جنيه 78 إرش والربح يعني هنا الربح الشهري كان 6 جنيه 72 إرش تمام؟ بس هنا أنا بتكلم على إجمال تكلفة عندي كمان بعد كده التكلفة الكلية للمحول الواحد بعد إضافة ضريبة المبيعات بعد إضافة ضريبة المبيعات يبقى هنضيف كام؟ هنضيف الضريبة بتاعتي اللي هي كانت العشرة في المية أو واحد وواحد من عشر واحد وواحد من عشر يبقى أنا عندي هنا أخذ الرقم اللي طلع الـ 5 جنيه 78 إرش في 110 على 100 تمام؟ هتديني كام أو الواحد واحد من عشر 6 جنيه و 358 ألف جنيه يبقى كده جبت إجمالي التكلفة الكلية بعد إضافة ضريبة المبيعات نفنط الكلام بتاعنا كده ونرتب كلامنا اللي احنا قلناه في الحلقة النهاردة علشان نبدأ بعد كده نقول نوصل لحد حساب الربح وحساب التكاليف احنا تكلمنا عن إيه؟ في البداية خالص اتكلمنا عن التكاليف وقلنا إنه التكاليف بتاعتنا كانت بتبدأ هي إجمالي المصرفات ودي نقطة نوضحها مع بعض كده نفتكر كنا بنقول إيه؟ إجمالي المصرفات اللي صرفناها على المنتج بالكامل إجمالي المصرفات اللي صرفناها على المنتج بالكامل وكمان قلنا إنه إجمالي المصرفات اللي تصرفت دي المصرفات كانت بصفة سواء بصفة مباشرة أو بصفة ايه؟ أو بصورة غير مباشرة وكمان بتكون يجب أن تكون أقل ما يمكن من القيمة المستفادة وكمان علشان ما تأثرش على المنتج كلمنا بعد كده كلمنا عن عناصر التكاليف وقلنا أن عناصر التكاليف كانت عندي خمات وأجور عمال وأهلاك معدات استثمارية وكمان عندي تكاليف صناعية وتكاليف إدارية تكاليف إدارية وكمان قلنا أنه بعد عناصر التكاليف واتكلمنا عن كل عنصر من عناصر التكاليف وعرفنا كل عنصر وقلنا كل عنصر بينقسم إلى إيه زي مثلا الخمات وأجور العمال وقلنا الإهلاك المعدات استثمارية إيه هو وكمان اتكلمنا عن التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة وقلنا أن احنا بنسميها التكاليف المرنة والتكاليف الغير مرنة سواء التكاليف السبتة اللي هي التكاليف الغير مرنة دي ما بتتغيرش مع تغير كمية الانتاج والتكاليف المرنة اللي هي التكاليف المتغيرة دي كانت معتمدة على قيمة الانتاج أو كمية المنتج اللي هيطلع زي الوقود زي الكهرباء زي الغاز ده كله زي 8 المادة أو الخمات المباشرة اللي أنا هدخلها في المنتج دي كانت بتتغير بتغير كمية الانتاج بعد كده دخلنا في التكاليف والارباح كلمنا عن ازاي احسب الارباح ازاي اوصل لحساب الارباح قلنا كمان انه ترتيب القوانين وحتى شفنا الجدول اللي هو حساب التكاليف ونسبة التكاليف قلنا ان التكاليف ممكن تتحسب بتلت اشكال وممكن يدهلك في المؤسسة على تلت اشكال ازاي قالك ان التكاليف ممكن التكاليف الغير مباشرة او مصاريف الغير مباشرة ممكن تبقى نسبة من التكاليف الاولية وتبقى يا اما 50% او حتى 100% او 100% من التكاليف الاولية قلنا ان هي كمان ممكن تبقى من اجور العمال بنسبة 100% من 150% من اجور العمال قلنا كمان ان هي ممكن تتحسب على اساس زمن دورة التشغيل تمام ده كده كنا بنتكلم على طريقة الحساب للتكاليف او المصاريف الغير مباشرة التكاليف الغير مباشرة او التكاليف الغير مباشرة كمان اتكلمنا عن مجموعة من القوانين القوانين اللي من خلالها بالترتيب حسبناها وقلناها بالترتيب اللي بيها اقدر ادخل على المؤيسة سواء مؤيسة ارباح او انه هو بيحسب بيطلب مني حساب تكاليف اولية او مصاريف بيعية مصاريف ادارية كل الحاجات دي شفنا القوانين بتاعتها اللي نقدر ندخل على اي مؤيسة ونشتغل واحنا متطمنين مادة التخطيط مادة مهمة وبنأكد تاني انت بدأت بالباب الخامس علشان هنبدأ بالتكاليف وهندخل بعد كده على الباب السادس ده هيبقى ترتيب المنهج بتاعك وبعد كده نرجع نجيب من الباب الاول وهكذا والتاني والتالت والرابع هي ستة ابواب هنبدأ بالخامس والسادس حلقتنا بتنزل على قناتنا على قناة اليوتيوب قناة مصر التعليمية منتظرين اسئلتكو منتظرين تفاعلكو محتاجين اي اسئلة اي سؤال احنا برد عليه في الحال تمنياتي ديكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته